الرأي العام إزاي بيؤثر فيه في اتخاذ القرار وده جزء مسكوت عنه لأنه الرئيس قال أنه أجهزة الأمن دايما بتوقف في صف الرأي العام ناس كتيرا ممكن تستغرب مثل هذا إزاي أجهزة الأمن بتوقف مع الرأي العام في القرارات الصعبة موضوع شديد جدا في معظم قرارات رفع أسعار الوقود وهو قرار مهم جدا عشان تتخلص من المشكلة بتاعة العجز الموازنة وحاجات كتيرا جدا أجهزة الأمن أول قرار لها تقول لك لا ممنوع ما ترفعوش الأسعار ليه؟ لأنه هي توقحها في حالة اتخاذ قرار لرفع الأسعار قد تحدث قلاقل تظاهرات اعتراضات هنا بيكون دورها يا سوزامد هل الأجهزة المعلوماتية بتقدم تصور كامل عن الوضع المرتقب؟ هو دورها بينتهي عند كده؟ ولا بيكون فيه توصيات بعدم الموضوع قدما في هذا الإجراء؟ من هو اللحظة كل حد بيعمل دوره دور أجهزة الأمن أنها تقول توقحها إيه لو تم اتخاذ هذا القرار فيه أجهزة تانية إدارة الأزمات تقول والله تصور الشامل أنه كذا وكذا كل هذه لكن بصفة عامة أجهزة الأمن في الدول العربية كلها وفي العالم التات وفي العالم كله لما يجي يُعرض عليها القرار رفع أسعار هتقول لا أول حاجة هتقول لا وهذا منطقي وطبيعي هذا منطلق أن أنا برايح دماغي؟ لا مش برايح دماغي أنه بيقول أننا والله في حال اتخاذ هذا القرار سوف يؤدي إلى غضب شعبي في حد تاني بيقول بتاع وزارة المالية أو وزارة الصناعة أو الاقتصاد بيقدم وجهة نظر مختلفة بيقول لا والله أنا محتاج أتخذ هذا القرار بسرعة لأن عدم اتخاذه سيؤدي إلى إفلاس الدولة على سبيل المثال أو إلى تشوه المثال أكتر كل هذه الحاجات تتجمع عند صانع القرار الرئيسي أو منتخذ القرار وهو رئيس الجمهوري اللي يقدر يوازن هنا في هذا الحال يقول والله لأ أنا هاخد الحالة الاقتصادية صعبة جدا فإحنا لازم ناخد هذا القرار بس فيه اقتراحات أخرى أننا نعمل حاجة اسمها مظلة حماية اجتماعية ترجمة نانسي قنقر